بين النفايات وحول المنازل السكنية تتجمع هذه الكلاب السائبة لتشكل مصدر قلق وإزعاج لسكان مدينة الحلة في محافظة بابل وخطراً يؤرق حياة سكان شارعي الأربعين والستين منذ عدة سنوات لا سيما الأطفال والنساء جهال المدارس لا يستطيع أن نخرج بالشارع من الصاخة تكرمون الشلاب يعني ما هو الشلاب 50 كليب 60 كليب بالشارع بالليل والنهار والصبوح 24 ساعة بالشارع حتى نحن كبار لا يستطيع أن نخرج مرات بالليل 50 كليب 60 كليب من القوة هؤلاء العوائل قاعدة هنا محرومة من الطلعة بالشارع نسوان تطلع جهال تطلع أطفال كلها تطلع محرومة من الطلعة بسبب الكلاب السائبة من تشرب صورة مطبيعية ما قتل على الشارع إذا يطلع يجي تكرم الشلاب يحاجم عليه ويظل حاير بأمره محبوسين بالبيت جهنة وبدلا من تحمل السلطات الحكومية مسؤولية تطعيم الكلاب أو جمعها في مراكز إيواء وحماية السكان طلبت السلطات الصحية سكان الحلة بجمع الأموال اللازمة لشراء الرصاص الحي وإبادة الكلاب بأنفسهم وذلك عقب مناشدات عديدة طالبوا فيها بانتشالهم من هذه الأزمة ومع التجاهل الحكومي المتعمد لهذه الظاهرات تستمر الكلاب السائبة بحصد المزيد من أرواح المواطنين أو التسبب بتشوهات وجروح بالغة وسط غياب أي حلول حكومية تلوح في الأفق القريب لاستئصال هذا الخطر الذي يهدد أهالي الحلة شكرا شكرا